ما فيه فنانين كتير ناصحين و عم بيطلوا على المسرح و مين شو مين؟ مين؟ في مليون حدًا مين؟ بدكت أهمي شو مين؟ مين؟ مليونين مين؟ أبدا ولو؟ بقل لك تحت الهواء بعددت لك كتير كمان يعني فيه عالم تكون عندها كرش عادي ولبسها ديّق وبتطلع ومرتاحة مع وضعها أو إنه مثلاً انت كيف تشوفي هاد الفناني للناصحي بازعال يعني أنا بقول المرة تسيبك الفنانة المرة والفنانة كلنا نفس الشي كلنا نحب أشكالنا بس إذا عندك ديفو أوكي لشو بتبينه إذا عندك مسلا كرش ولا عندك مسلا قصير أو ما بعرف طويل أو تلبس لبس بي لبقلك طيب إذا هي ليش ما بتعتبر ليش ما بتعتبر إن هي متصالحة مع نفسها هيدا مش تصالح هذي بتزعج عيننا هاي دي يمكن تزعج الشخص بس بالعكس يا مشو فيها ما تقلم قولي الحقيقة أنت ما بتنزعج بس شوف حدا مثلا ناصح ولابس بانطالون نحكي رجال ناصح عنده كرش ليش ليش زحتي على المرأة لأنك عم بتحاولت يعني تشوف مثلا ست يا خي ولابس فنان شو قدي أعطيك إنه مثل فنان ما عم بقدر أعرف مين بلا شو مين سبحانه الله صار ما بيعرف فنانين مين فناني معباني فنانين كتير في كتير ايه في كتير سواء ممثلين أو فنانين مطربين في كتير بس يعني يعطيهم الهافي أنه هم مقابلانين حالهم هيك براقوا شخص فناني مثل إليسا شباب شو بتعتبره لما تلبس وهي متصالحة مع جسدها ومتصالحة مع في كتير ناسي من قد ينتقدو إليسا ليش ينتقدوها بيقولوا أنه يمكن أوقات بتلبس لبس بيبين أنه هي منها 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 بالمعايير الجمال المتعارف عليها إليسا ما عليش نجمة النجوم إليسا لما تلبس بتعرف أوقات يمكن ما تعرف إيش تلبس أو أوقات يخونها لاختيار لكن أنا بلاقي بالعكس أنا تعجبني كيف تلبس كيف تختار وما بيهمها مين مكان وعلى راس السطح تلبس اللي بدها إياه ووي ما بدها إياه أنا بلاقيها بالعكس لكن تصالح مع النفس تصالح النفس إيه إيه قلت لك أنا ما قلت لك العالم قلت لك أنا أنا ما بحب أنصح مشان هيك طيب دي إرجع على قصة الصحة النفسية لما قالوا لك أنه لازم تاخد دوة وهي الدوة بسعدي ما قالوا لي نصح ما قالوا لي نصح لو قالوا لي نصح ما أخدته ما كان أخدته والدليل أنه بعد ما أخدته نصحت خمسة خمسة كيلو تخيل أثرت فيني وقفت وميديت لي قال لي الدكتور ما بيصير تعرف الأدوية هادي تدرج تدرج قلت لي برا تدرج بالغولو دخلت برشن حاد أكتر عشان هيك فتت على المستشفى ليش دخلت على المستشفى تحيين شو كانت العوارد خلاص صرت كأني زومبي أنه ما بقى أطلع ويعني بنتي مدرسة كذا أنه ما صرت واجهة للعالم ما بدي أشتغل هيك وصلت لمرحلة بهاللحظات ما حكيت عن هالفترة اللي عم تقطع فيها ما كنت عم بطلع عشان أحكي يعني لا حتى بعد لما طلعت من الهيدان ما حكيت ما صار سؤال أنا أول مرة بعرف أن جخلت أول مرة لأنه ولا مذيع دايما يسألوني نفسي الأسئلة عشان هيك أنا كنت محمسة أني أكون معك لأنه أسألتك غير شكراً إليك 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 شكراً